هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على مدينة ومخيم جنين الذي يشهد اشتباكات عنيفة لليوم الثاني على التوالي ونفذت قوات الاحتلال حمالات مداهمة وتفتيش طالت عشرة المنازل في حارة المخيم واعتقلت عدد من الفلسطينيين وأطلقت النار على آخرين مما أسفر عن شهداء ومصابين قمع وتطهير عرقي مستمر في الضفة الغربية المحتلة كما هو الحال في قطاع غزة حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على التوالي عضوانها على مدينة ومخيم جنين الذي يشهد اشتباكات عنيفة قوات الاحتلال دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم بالتزامن مع تحليق مكسف لطائرة الاستطلاع بينما عملت آليات الاحتلال الإسرائيلي على تجريف شوارع المدينة والمخيم وتخريبها وتحطيم عدد كبير من السيارات قوات الاحتلال نفذت حملات مداهمة وتفتيش طالت عشرات المنازل في حارة المخيم واعتقلت عددا من الفلسطينيين كما اعتدت على آخرين ونكلت بهم وعبست بمحتويات منازلهم وعاست فيها فسادا وخرابا وأخضعت عددا من الشبان للتحقيق الميداني وأطلقت النار على عدد من الفلسطينيين مما أصفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين بينهم إصابات خطرة وتسببت عمليات تدمير البنية التحتية بانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم ولا تزال القوات الإسرائيلية تحاصر المستشفى جنين الحكومية واستنتشار للقناسة الإسرائيلية في أماكن قريبة من المستشفى مما تسبب في نقص كبير في المسلزمات الطبية قوات الاحتلال تتمركز في شوارع حيفا ونابلس وطريق برقين ترافقها وحدات خاصة من المستوطنين الإسرائيليين وحولت عشرات المنازل في أحيائها والمخيم إلى نقاط عسكرية وسط اندلاع للمواجهات العنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة